السلام عليكم أحبابي كديري إن شاء الله تكونوا بي خير على خير وأنتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بيكم على قناة بيتي شانيل إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة كنقول لكم مرحبا بيكم أحبابي مرحبا بالإنضمام ديالكم ما تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تكونوا معي دائما على تواصل إن شاء الله والناس القدام كنقول لكم خلاص أنتم ماما اللين الدار الاختكم عليها كتشجعوني بالتعليقاتي ديالكم وبالدعم ديالكم اللي كيحفزني ويشجعني باش نزيد نعطي أكتر وأكتر فيديو اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير لايا كيك اللي كيجي رائع في المداق وفي شكل دياله هادي الثاني مرة كنصوبه في حياتي الصراحة كنت حضرته بمناسبة عيد ميلاد زوجي بغيت ندير شي حاجة اللي مختلفة يعني نبدله شوي على الطريقة ديال الكيك وشكل ديالها الكيك العادي ديال عيد الميلاد هو الصراحة كتكون في الخدمة بزاف بزاف وفيه اللي كالوغي بزاف بزاف المهم كي قلت لكم غبغيت ندير شي حاجة مميزة لما متعودة نشعلها ما فيها بس نديروها مرة فيش حال إلا كنتوا مهتمين أحبابي بالوصفة تبعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا الطريقة قدي نشرح بالتفصيل باش تحصلوا على طبقة مقرمشة والديدة ونقول لكم النصائح اللي تديروها ونصائح اللي تفادوها باش ما توقعوش وبعض الأخطاء اللي وقعت فيها حتى أنا بالنسبة للتزيين فكيبقى اختياري ودكش اللي متوفر عندكم وشنو كتبغيو يا في الحقيقة كتجي مشارجية بزاف بزاف بالشوكولة بالكيندر سيو بخايز بالفغيرو غوشي بالبخاليدي بالكيت كات قاعدة كش اللي في اللي كالوغي كيف قلت لكم أنا هنا ستعمل شوية دياللي ماكارون اللي دلت لهم واحد اللمسة باللون الدهبي والفضي والشوكولة درتهم في الليمول ديال السيليكون على شكل وريدات وعلى شكل نجيمات واللي احتهما درتهم واحد اللمعة باللون الفضي والذهبي اللي كيجيرا قيف تقديم وهذاك الشوكولة خلاص اللي على شكل قلب راني سبق لي وشاركت معكم هاد الاوراق اللي كانت استعمل في الحلوة اللي كانت تحكمه في الشكل اللي بغينا والزخرة اللي بغيناها استعمل شوية ديال طوفيفي وشوية ديال شوكولة لمحشوب الكريمة وكتبقى هدي افكار بسيطة يمكن لكم تبدعوا اكثر واكثر واكثر وتستعملوا داك شلي كتبقوا لتماء ووليدتكم فبالنسبة للمقادر غدي نحتاجوا واحد الجنواز نسبق لي وشاركتا معاكم لكتجي رائعة بزاف نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف هي وكريمة الزبدة بالقاناش اللي كانت تجي فنه وما كانت تجيش كتبقى نهائيا حتى هي سبق لي حضرتها ونخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف هادو بجوج حضرتهم للا قبل باش من تتغلبش في التحضير بالنسبة لواحدة طبقة مقرماشة هادو يعني اختيارية ولكن انا كنفضلها تكون كتعطي واحد لدرائعة الطرطات استعملت شوية ديال المكسارات كان عندي لوزو القرقاء محمرين بقبل هادو من تمر بخستيج اللي شاركت معاكم هادو نطحنهم شوية نخليهم شوية غلاد باش من يكونوا اناكلوا الكيك ديالنا كنحسو بالقرماشة هادو نخلطهم شوية ديال الكراميل و شوية ديال الشوكولة يعني المقدار غدي يعتمد على شحال غدي يكون لدينا ديال لوزو القرقاء مطحونين واحد طبقة مقرماشة احتها هادو ندير فيها الفريتين هنا واحد المئة جرام خاصة تكون مقرمشة ماشي دبلانا سنزيد نطحنها شوية باش ما يبقوا هادو موصوها كبارين وإلا كان عندكم البخاليني غتضيفوا واحد المعلقة كبيرة كي يعطي واحد النكهة رائعة بزاف فانا مع الاسف ما عنديش وما عنديش الوقت باش نحضروا الصراحة هو ساهل جدا غدي نستعمل هادو اللوز هادو يعني النوغا غدي نطحنها ونخليح تهو شوية مهرمش ماشي نطحنوا بزاف وغدي نجمعهم بالنوتيلة وعندي هنا السيرو اللي هنتم غدي تشوفوا الطريقة تحضير ديالو كناخد نفس المقدار من الماء والسكر كاس من كل حاجة مع واحد الكيس ديال فانيلا وكنوضعهم يغليوا تقريبا واحد الربع ساعة حتى يعقد الخليط هنا طحنت الفيتين كيف كتشوفوا هادو شوية رقيقهم قرمش هادو اللوز والقرقاع تهو مطحنتهم خليتهم شوية غلادين باش فنحسوا بذلك نوغا ديال اللوز باش نحصل على البخاليني تهو خليتهم شوية غلاده والشوكولات دايبة هذا نسلي كراميل شريط الحالي بنوركز المحلة ودرتوط الطبخ في الكوكوت ولا في جدر الضغط تقريبا واحد الاخمسة واربعين دقيقة حتى نحصل على الكراميل وفي إناء نخلط هادو اللوز والقرقاع التي تحنتهم نضيفهم واحد المعرقة للنسلي كراميل ونجمع الخليط بالشوكولات نخلطه دبل فيتين مع اللوز نضيفه النوتيل على الكالوري والشوكولات المدابة في هذه المرحلة نستعمل يدي لتحكم في القوام الخليط ونرى ما بقي خاص الشوكولات ونرى ما بقي خاص الشوكولات حتى نحصل على هذا الشكل الذي يكون معلق ومقرمش في نفس الوقت الجنواز قطعتها إلى خمس قطاع يمكنكم تقطعها إلى ستة أو سبعة إذا أردتكم كل طبقة رقيقة هذه العناصر لدينا كامل الموجودين الجنواز قطعتها طبقة المقرمشة اللوز والبرقاء طبقة المقرمشة الفيتين والبخالين كريمة الزبدة والسيرو الذي سوف نسقيه سوف نأخذ أول طبقة ونسقيها بالسيرو كل طبقة يجب أن نسقيها بشكل جناف سيرو يجب أن تكون هناك لا يبقى سائل نأخذ أول قطعة لذلك 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 يمكنكم تسقيها بالحليب أو لا بمربع المشماش قطعة لذلك لذلك سوف نضيف طبقة كريمة الزبدة الزبدة وضع طبقة كريمة الزبدة ضف طبقة اللوز والبرقاء سوف نضيف طبقة الزبدة حاول نضيف على الحشو ونسقيها ونسقيها ونضيف طبقة من كريمة الزبدة ونضيف الفيتين النصيحة الأول التي تريدونها لا تقوم بحالي وهي تخرجوا كريمة الزبدة من طلاجة قبل أن تبدأوا استعمالها لكي تكون ترخفات وتلقى ترسها ونستطيع أن تدهنها بكل سهولة نستمر بنفس الطريقة أحبابي كل مرة نضيف طبقة الجنواز ونسقيها ونضيف مرة طبقة مقرمشة اللوز والبرقاء ومرة طبقة الفيتين لا تقوم بحالي كريمة الزبدة لكي تلصق الجنواز والجنواز كيف ترى أحبابي فتية ما شاء الله وإسفنجية وناجحة مئة بالمئة والنصيحة الثانية يا أحبابي اللي يخبركم تبعوها وما تغلطوش كيفيه ويا ما تستعملوش كريمة الزبدة في الداخل ديال التورطة فالمرة اللولة اللي صوبت لي كيف قلت لكم ما درتش فيها كريمة الزبدة الداخل وجهت رائعة جاتني حسن من هدي كنت استعملت غير القناش كريمة مع الشوكولة السوداء اللي اعطيت هذتها واحد تعليكة من الداخل أنا في هذا المرة هدي كنت يعني مزروبة وكنت صايمة وخذت لي مراحل بزافت تحضير وقلت خليني انت قضي غير بكريمة الزبدة فالمهمت ما تبعوه شنو كنقول وما تبعوه شنو كندير باش تحصلوا على الناتجة اللي رائعة بزافت واللي كلا هاد الكيك غدي سوولكم عليه لانه فعلا كيجيل جيد واخا عمر بليكالوغيم ما فيها باس هاد المرة نسد عينينا ونحاولو دابا نغلفو التورطة ديانا كاملة بالكريمة كان أطيب هالخاطر التورطة يعني فتملاس بهالطريقة هادي كان ملقوا الفراغات البلايس اللي كيكون زايد فيهم الكريمة كان نحيدوا منها باش كتجينا طبقة متساوية وكيجيدك الملمس ناعم أنا هنا سلت لكريمة الزبدة لان كيف شفتو استعملتها في الداخل أما المفروض من نوصل هاد المرحلة هادي غادي ندخل التورطة ديانا تلاجات شد راسها ونزيد طبقة واحد اخرى ديال الكريمة الزبدة باش كنحصلوا على ملمس ناعم وما كيبانوش قاع الشوائب وهاد لابلونش اولا هاد الصحن الدائري كيساعد بزاف هاد اللي كيكب حال هادو بالنسبة للتزيين اللي غندير لها من الفق هنحتاج لواحد الميات ملي ليدخل الكريمة السائلة 1-70 جران ديال الشوكولة بالحليب يمكنكم تضيفوا الشوكولة البيضاء او الشوكولة السوداء لا حسب الرغبة غادي نضيفهم يغلو وحتى نحصلوا على القناش نخليوها يعني حتى تدفع او لا تبرد باش مني نضيفها على الطرطة ديانا ما تدوبناش كريمة الزبدة من بعد ما ضفت القناش ديالي يعني ما كنخلياش تبرد بزاف هادي نحاول ندير دميعات هكا يعني مرة كنخلي الشوكولة يهبط بزاف مرة لا هادي نحاول ندير هنا يا فلوسط ومن بعد ما نشفتنا لقناش تكسع كنضيفوا التزيين اللي بغينا على حسب الرغبة كنتمنى فيديو اليوم من الاعجاب ديالكم احبابي ما تنسوش تدعموني باللايك وتخليولي التعليقات ديالكم الاراء ديالكم الى عندكم شي ملاحظات وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب كي تعمى الفائدة ونقولكم الى فيديو قادم باذن الله مع السلامة موسيقى 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 موسيقى